موسيقى نشرة الأخبار المحلية من قناة عدان الفضائية أهلا بكم ترأس محافظ محافظة لحجل واروك نحمد عبدالله التركي اجتماع الهيئة الإدارية لصندوق النظافة وتحسين المدينة لمناقشة تقييم مستوى الأداء الميداني وتقرير المالي للعام الماضي وفي الاجتماع أكد المحافظ تركي على ضرورة تنسيق الياد والعمل المشترك للحفاظ على المظهر الجمالي للعاصمة الحوطة ومدرية توبن حثا رؤساء الأغسام إلى بذل اليهود ومتابعة التحصيل الإرادي أولا بأول ومن خلاله الإسهام في تغذية مكامن الضعف والقوة واستقامة الأداء بالشكل المطلوب مشددا على اتخاذ أقصى العقوبات تجاه المقصرين والمتخاذرين في العمل الميداني والإداري حسب القانون واستعرض الاجتماع التقرير المالي للعام الماضي 2020 وخطة العمل للعام اليديد 2021 وتعزيز الجانب باسلبي وإصلاحه وتقييمه وتطوير الجانب الإيابي مزامنة مع خطة العمل وطلع خلال زيارته لأقسام المستشفى ومعه مدير الهيئة دكتور عبد الرحيم السامعي على عملية ترميم وإعادة تأهيل الأقسام التي تضررت جراء الحرب وشدد المحافظ شمسان على ضرورة استغلال كل القدرات وحشد الطاقات والإمكانيات الموجودة في المستشفى للإسهام في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين مشيدا بجهود إدارة المستشفى وكوادره الطبية والتي تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الطبية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة مؤكدا أن سلطة المحلية ستعمل على تقديم كل الدعم من أجل العمل على إيجاد صرح طبي متكامل التقى الأمين العام للمجلس المحلي بأبيان مهدي محمد الحامد مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل محمد ناشر ورئيس جمعية باتيس للمعاقين ونقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بأوضاع المعاقين وفتح صناديق للمعاقين في المحافظة وأكد الاجتماع على أهمية إعطاء كل الرعاية للمعاقين ودمجهم في المجتمع وتوفير كل وسائل المساعدة الضرورية وشدد الأمين العام على أهمية تفعيل أنشطة المعاقين في كل مديريات المحافظة افتتح الوكيل المساعد لمحافظة عدن عبد الفتاح القطبي ومعه مدير مديرية الشيخ عثمان الدكتور وسام عاوية مجمع المنار مول التجاري بمنطقة الممدارة البالغت بتكلفة إجمالية استثمارية بلغت مليون وثمانمائة ألف دولار وأكد الوكيل القطيبي أن المجمع التجاري يمثل رافدا اقتصادية للمدينة ويوفر فرصة عمل للشباب من جانبه دعا مدير الشيخ عثمان الرجال المال والأعمال للاستثمار وإقامة المشاريع الحيوية والتجارية بمختلف المجالات لدفع عجلة التنمية وإنعاش الحركة الاقتصادية مؤكدا استعداد قيادة السلطة المحلية بالمديرية وحرصها الدائم على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين نقشت لجنة المناقصات بوادي حضر موت والصحراء في اجتماع لها في حضر موت برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري نقشت عددا من المشاريع للعام الجديد 2021 في عددا من المجالات وخلال الاجتماع الذي حضره الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء هشام السعيدي كلفت اللجنة مكتب التربية والتعليم برفع دراسات إعادة صيانة وتأهيل عدد من المدارس المتضررة من الأمطار وبناء مدارس جديدة تغطي احتياجات المديريات كما استمعت اللجنة من مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء إلى شرح حول مستوى التنفيذ قرابة 11 مشروعا موزعة بين ربط مناطق بالتيار الكهربائي وتوريد إلى ذلك أقرت اللجنة مشاريع بناء خزان للمياه 7 سعة 4000 متر مكعب بحقل جثمة بسيئون وخط ناقل من الآبار إلى الخزان أقيم في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن الحفلة التكريمي لقدام المتقاعدين التربويين وعمال مصافي عدن الذي نظمته قيادة المديرية وفي الحفلة الذي حضره وكيل محافظة لهجة عبد الله اليزيدي ومدير عام المديرية يونس محمد سليمان وعدد كبير من المواطنين أكد مدير مكتب الثقافة محمد عبد الله حسين على أهمية التكريم والذي يعد ردا بسيطا للجهود التي قدموها سواء في المجال التربوي أو في شركة مصافي عدن كما ألقيت في الحفل كلمة النيابة عن المكرمين ألقاها التربوي أحمد يونس عبر فيها عن جزيل الشكر وتقدير والامتنان لكل الذين أسهموا في تنظيم هذا الحفل التكريمي معبرا عن أمله بأن تستمر إقامة مثل هذه الفعالية التكريمية وأن تصبح تقليدا سنويا وفي ختام الحفل قام اليزيدي ومدير مديرية البريقة ويونس سليمان ومدير مكتب الثقافة بتوزيع الشهادات التقديرية والحوافز للمكرمين والمكرمات من قدام التربويين والتربويات وأم المصافي عدن المتقاعدين عقد بزنجبار عاصمة محافظة أبيان اجتماعا مع عدد من المكاتب التنفيذية ترأسه مدير عام مديرية زنجبار المهندس سالم عكف عوض كرس الاجتماع لمناقشة وتقييم مستوى الأداء للمكاتب التنفيذية خلال العام الماضي وتطوير العمل خلال العام الجديد وتطرق الاجتماع إلى جملة من القضايا المتعلقة بعمل المكاتب التنفيذية وتم تأكيد على ضرورة تفهيل كافة المكاتب للقيام بدورها وتعزيز مستوى الأداء للمكاتب الإيرادية ورفع مستوى تحصيل الموارد المالية للعام الجديد بما يمكن السلطة المحلية بالمديرية من تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية ولفت مدير عام مديرية زنجبار إلى تمنياته بأن يكون العام الجديد عام للسلام والأمن والاستقرار والتنمية والبناء ووجه مدراء المكاتب بالقيام بالمهام المنوطة بكل مكتب بما يضمن تعزيز مستوى العمل وتحسن مستوى الأداء وأشار مدراء المكاتب الإيرادية إلى أن العام الجديد سيشهد تحسنا في عملية تحصيل الموارد المالية وزيادة الأوعية الإيرادية في المديرية نفذ صندوق النظافة والتحسين بمحافظة أبيان حملة لتحصيل إيرادات الدولة شاملة المحال التجارية والأسواق وذلك لقولانة عملية التحصيل ووقف التجاوزات خارج إطار القانون وللاستفادة من إيرادات الدولة في تحسين المدينة في مديرياتها المختلفة مزيد من التفاصيل في سيق التقرير الذي عده زميل ردفان عمر تحصيل إيرادات الدولة وترتيب أسواق العاصمة جنجوبار ووقف عملية التوسع الغير قانونية في أسواق العاصمة ووقف أعمال البلطقة وفرض هيبة القانون كانت اليوم ضمن أولوليات الحملة الواسعة التي نفذها صندوق النظافة والتحسين بمحافظة أبيان بتوجيهات من محافظة المحافظة اللواركم أبو بكر حسين سالم لجعل العاصمة نموذجا للالتزام بأنظمة الدولة وقوانينها وجعلها عاصمة تليق بمكانتها وموقعها الاستراتيجي الذي ترتبط بعدد من المحافظات اليمنية جاء ذلك في الحملة الواسعة التي تقدمها مدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة الأخ منصور وادي وضمة مدير الأشغال العامة نبيل البهزي ومدير الشؤون القانونية عبدالله باقري وحسين القابري المسؤول المالي بصندوق الحملة اللي معنا هي تحسين للآن الجديد 2021 لتحسين إيرادات صندوق النظافة والتحسين محافظة أبيان ونزلنا نحن معنا من دوب منصور القانونية عبدالله باغري ومحنا مدير الأشغال العامة والطرف الباهزي ومحنا مدير صندوق النظافة شكرا للمحافظة أبيان ومحافظة أبيان ومحافظة أبيان وأردنا شكرا للمدير الصندوق بالتعاون المديرية وتضيب الشوارع وتسهيل ومهام الصندوق حملة التي ستستمر أسبوع بحزم وعفق القوانين المتعرف عليها وأستهتفت المحالة التجارية المخالفة والمتخلفة عن سداد إيرادات الدولة وذلك للاستفادة من إيرادات المحافظة في تحسين المدينة كما وأتت الحملة في الوقت الذي شهدت فيه المحافظة تحس كبير في تحصيل الإيرادات وفي الوقت نفسه يعد فيه الصندوق لإطلاق حملات نظافة واسعة على مستوى مديرية المحافظة لقناة عدن الفضائية ردفان عمر نفذ مناظلي وأبناء الثورة وأسر شهداء حرب التحرير بمحافظة حضرموت وقفة احتجاجية أمام مخطط المناظرين غرب المكلة للمطالبة بوقف اعتداءات السلطة على أراضيهم ومنعهم من العمل في أراضيهم قبل من قبل متنفذين ورفع المحتجون لافتات ناشد فيها محافظة حضرموت فرج سالمين البحسن بالتداخل السريع والعاجل بمنع المتنفذين بالسطو على الأراضي كما طالبوا بتنفيذ توجيهات رئيس محكمة استئناف حضرموت ومحافظ حضرموت بعدم المساس بحقوقهم بمشاركة 53 سباحا من مختلف الأعمار قيمت بمحافظة عدن البطولة الثامنة للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة ثلاثة كيلومترات نظمها اتحاد السباحة مزيد من التفاصيل وزميل محمد عبدالله غالب نظم الاتحاد العام للسباحة مساء أمس بطولة عدن الثامنة للسباحة في المياه المفتوحة على مسافة ثلاثة كيلومتر برعاية وزير الشباب والرياضة نائف صالح البكري ومحافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس شارك فيها 53 سباحا حضرها وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذني وخالد الخليفي الوكيل المساعد بوزارة الشباب والرياضة لشؤون الرياضة ورئيس اتحاد السباحة وابراهيم صعيدي وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس عمان شاهر مدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن ومدير عام مديرية التواهي كتبي عمر كتبي وقد افتتحت البطولة بعرض كرنفالي احتفالي ابتهاقا بالبطولة وفي التدشين اكد وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذني ان قيام هذه البطولة اعتبر رسالة بان عدن مستمرة في عطائها رغم كل الضروف بتكلف مباشر للأستاذ احمد حامد لملس محافظة عدن يشرفنا ان احضر البطولة الثامنة للسباحة في المياه المفتوحة التي تقام بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للاستقلال الوطني هذا المهرقان الرياضي الذي يقام ليؤكد بان عدن بخير وعدن تتعافى بعد الهجوم الصاروخي القبان الذي شنوا الحوثي واعوانوا على هذه المدينة مدينة عدن تعيش فرحة عامرة وفرحة رياضية لنؤكد من خلالها بان عدن صامدة وعدن ستنتصر على كل هذه المحاولات التي تريد ان تعطل الحياة فيها من جانبه اشاد الوكيل المساعد بوزارة الشباب والرياضة لشؤون الرياضة رئيس اتحاد السباحة بالقهود التي اسهمت باقامة هذه البطولة والتي تعد هي الثامنة في عدن برعاية معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ نايف صالح البقري ومحافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس نظمنا عصر هذا اليوم بطولة السباحة بطولة عدن الثامنة للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة ثلاثة كيلومتر بمشاركة ثلاثة وخمسين سباح يمثلون محافظة عدن ولاحق وابيا والضالع وشبوة وحضرموت الساحل وحضرموت الوادي وقد انتهت السباق في هذه اللحظات ونتمنى التوفيق لكافة المشاركين وهذه رسالة حب وسلام من رياضي محافظة عدن ومن محافظة عدن من شبابها ورقالها ان عدن مدينة عامنة مستقرة ان شاء الله وقد اختتمت البطولة بتكريم الفائزين في المراكز الخمسة الاولى حيث كرم السباح احمد خيور بكأس المركز الاول والميدالية الذهبية والسباح عبد الرحمن فضل بكأس المركز الثاني والميدالية الفضية والسباح عمر سعيد باهرم بكأس المركز الثالث والميدالية البرونزية والسباح ابراهيم نقيب محمد بالشهادة التقديرية والسباح عدنان ربيع بالشهادة التقديرية اسمي عمر سعيد باهرم شاركت في بطولة عدن الثامنة حققت المركز الثالث نشكر كل من يشارك معنا ونشكر المكتب ونشكر الاتحاد نشكر كل من يساهموا معنا في بطولة نلاعب عدن الربيع منا خور مكسر منا الأحمدي لاعب سباحة عمري 18 سنة حرست المركز الخامس لبطولة السباحة الثامنة في عدن حبر البطولة عددا من الشخصيات الرياضية والمهتمين في الرياضة أيضا ولكن فيما رفقد كرمت الدارة نادي الشهيد القردعي بالتعاون مع فريق جيال سبا أبطال بطولة كأس الرئيس لكرة القدم وأبطال بطولة كرة الطائرة لعام 2020 وأيضا وصيف بطولة سباحة بالمحافظة وشكل رئيس فريق جيال سبا محمد عبد الناصر مهدي مجموعة شركات أبو الحسن بوصفها الداعم الرئيسي للنادي وبعد انتهاء المباراة الاستعراضية قام مدير مكتب الشباب والرياضة علي حشوان ومدير مديرية رحب حسن أبو عشة بتكريم اللاعبين ومن ساهموا بهذه الإنجازات وصلنا إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية إلى اللقاء اشتركوا في القناة